ضمن سلسلة تقاريرنا حول المقترح النيابي بتجنيد الفتيات كان الشارع الكويتي وجهة فريق الرأي اليوم حيث استطلع الاراء الشعبية حول هذا المقترح فيما تسيد التباين واختلاف وجهات النظر الموقف الشعبي إزاء القضية لنتابع هذا التقرير أرفض زوج أمرأة مجندة طبعا غير تصير غير مو نفس باجة الحريم الثاني رح تصير أكيد شرسة امرأة شرسة تصير تدامي تخاف؟ أكيد تخاف ما توقع رح تكون نوثة أيوب شاب أعزب يرفض الارتباط بفتاة مجندة ليقابله رأي آخر من العنب جاسم الذي لم يتقبل فكرة تجنيد المواطنات المرأة مطبخوا ملاسة هذه المرأة تجنيد ما يكدر يقوم مرأة ميايا يا إبواء أنتو 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 بروح شاهم ما رأي يعني ما حد يقدر يجاوب عليه استحجنيت فأقول في القائلة أحط بندقها لها رأسها ويمشي بينها الصخور والصخرة لا المقترح النيابي أثار جدلاً واسعاً على الساحة بين الفئات العمرية المختلفة لتتعدد الأسباب وتتنوع وهو المفروض يعني المفروض يعني فيه لازم عشان المرأة دفع عن روحها وعشان عن الوطن يعني تكون يعني ظهر هكي الرجل يعني المفروض الحكومة تفكر في هذه ويكون تجنيد خاص تشوفها مو حلوة داخلية أوكي أما الجيش لا كل العالم موجود نساء عندهم الإمارات حين قاموا يسوقون الطيارات المدنية المدنية ماكو يسوقون طيارات حربية يسوقونها في الإمارات بحرين مو من الحين من قبل ثلاثين سنة حريمهم بالجيش بالشرطة كل شي أن تقبله بدل قعداتهم بالقهاوي وهذا والله خلي يروحهم أحسن لهم والله أنا ضد تجنيد النساء لأن المرأة ما لها لبيتها لا أكثر ولا أقد ضد ضد حيل حيل وبعدين السبب أن المرأة ما تصلح ما تصلح عسكريا نهائيا 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 ما في فرق بين المرأة وراجل المغردون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا على طريقتهم الخاصة وهكذا كانت على الرغم من اختلاف الآراء حيال مقترح تجنيد الفتيات يبقى للمرأة دورا تاريخيا في الحروب من التاريخ الإسلامي وقبله ولكن هل تقف العادات والتقاليد أمام خطوة التجنيد؟ ابتسام رمال الراي اشتركوا في القناة